وهي طبعاً مباراة هنفرد لها مساحة كبيرة جداً في حلقة النهاردة لأهل النهاردة بيرجع يتمرن مرة تانية خليني بس أعدي معكم على أهم أخبارنا النهاردة طبعاً النهاردة الفريق رجع يتمرن كالتمرينة صباحية تحت قيادة ميستر كولر وخليني أطمنكم على جهزية عدد من أسماء طبعاً كهرباء وارد جداً أنه يكون بيشارك بما نحن شفناه ظهر في مباراة سموح مبارح في الكاس ليه كمان أنه هو يشارك في الدوري اللي دخل طاهر محمد طاهر قريب جداً اللي دخل بيرسي تو قريب جداً والاثنين حسب حالتهم الفنية يعني في النهاية هم بدنياً جاهزين ولائقين للمشاركة في المباراة مستوام الفني يسمح لهم أو يسمح لهمش دي هتبقى قصة ميستر كولر اللي بعد عن تمرينته النهاردة واللي فضل الجهاز الفني أنه هو يستبعدهم عن تمرينته النهاردة خمس أسماء حمدي فتحي محمد عبد المنعم عمر السلية وأعتقد كمان إحنا نتكلم على طبعاً ظهور كريستو مبارح نقطة مهمة جداً صحيح ما خدش وقت كبير صحيح ما يعني ما أظهرش قدراته بشكل كامل لكن الحقيقة حتى اللمسات البسيطة أو الأوات البسيطة اللي ظهر فيها في الملعب بتقول إنه لعيب كويس نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن إحنا وراهنا على كريستو واحدة من الصفقات المهمة جداً للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يكون مكسب كبير اللي جابها اليومنا واحد من الأهم الأجنحة المميزة في الكرة التونسية وأتمنى إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي حتى اللحظة بمناسبة مباراة القمة خليني أقول لكم إنه اتحاد الكرة المصري بيخاطب أربع اتحادات أوروبية عشان يطلب منهم تاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي الزمالك في المباراة إن شاء الله لما تروح كاس العالم وتتصدر جزء بقى من الضغط والتوتر بعد إخفاقات الزمالك المستمرة الزمالك منافس يعني إليك في البطولة أكيد طبعاً لازم تحسب وتعد وتشوف حساباتك كأرخام معها إيه وبالتالي هتأثر بشكل كبير جداً وتزيد من حالة المعاناة وحالة الارتباك الكبيرة جداً عند الزمالك في الفترة اللي جاي في أكتر من اسم طبعاً كلاتنبرج بيتولى الموضوع بشكل مباشر من أربع دول أوروبية مختلفة وفي مقدمة الأسماء دي المرشح طبعاً سايمون مارشنياك البولندي الأدار رهائي كاس العالم واللي حكم قبل كده مباراة الأهلي وبيرميدز في الدوري الأخيرة واللي فاس فيها الأهلي 3 صفر وزي ما قلتلكم موعد المباراة اتأجل من الساعة 7 للساعة 8 ونص مساء